الزمالك خلونا نبدأ حلقتنا ونواصل دعائنا لأهلنا في فلسطين إن ربنا يا رب ينصرهم ويسبتهم ويحفظهم ويرحم الشهداء ويشفي كل المصابين إن شاء الله ويذيل هذه الغمة في القريب العاجل وينتقم من المجرمين القتلة قتلت الأطفال العدواني الغاشم انتقام العزيز المكتدر اللهم أمين يا رب العالمين فلسطين وقضية فلسطين دائما وأبدا ستظل في قلب كل مصري لو هنتكلم بقى عن مبارح مبارح على أرض استاد الكاهرة الدولي نادي الزمالك بيفتتح العهد الجديد بحضور مجلس إدارته المنتخب الكامل بمكسب برقم جديد برقم كبير علينا كزمالكوية في زل الظروف اللي فاتت خمسية رجعت تاني للأذهان مدرسة الفن والهندسة اللي احنا عارفنا نادي الزمالك مبارح بشكل جديد بطعم جديد بكل حاجة مبارح جديد في جديد بصراحة الفوز مبارح هو التاني على التوالي زي ما أنا قلت على حساب نادي سموحها نادي سموحها على فكرة من الفرق اللي بلغة الكرة فرقة رخمة لكن مبارح الزمالك كان جديد كان متغير في كل حاجة أداء مكنع أداء ممتع يعني الأهداف حتى كلها اللي جات مبارح مفيش هدف فيه موحش ولو هنتكلم بقى عن الماتش أو عن اللقاء خلونا نقول بعض الأفكار كده وبعض الجزيات اللي عايزين نتكلم فيها مهمة جدا جدا مبدئيا مستر أسوريو لعب بطريقة المعتادة زي ما احنا كلنا عارفين اللي هي تلاتة تلاتة واحد وعمل شوت أول يعني كان شوت أكثر من رائع يمكن شوت أول نادي الزمالك ما عملوش مش أقولوك الموسم ده لا ده من الموسم اللي فات يعني شوت الأول بتاع مبارح 45 دقيقة أفضل من 45 دقيقة التانية اللي كانت في ماتشة أرطسولار انت مبارح بيتجيب جوان بأداء بمزاج تحس ان العيبة تنادي الزمالك مبارح نزل الماتش عشان تستمتع مش عشان تكسب احنا لو هنكسب يعني كنا ممكن مش شوت الأول نخلص الماتش لكن مبارح تحس كده ان المزاج يعني بالبلد كده بتاعنا المزاج رأي المعنويات في السماء بالنسبة لعيبة تنادي الزمالك وده الجديد اللي احنا بنشوفه اللي ان شاء الله تبقى هي دي عادتنا الفترة اللي جاي لكن لو هنتكلم بقى في الماتش زي ما بقول لكم الشوت الأول كان شوت ممتاز جدا من كل لعيبة نادي الزمالك لكن عايز اقول لكم واحد من اللعيبة برضو اللي اداءها عالي الفترة اللي فاتت واللي بيتفوق على نفسه وفارق مع نادي الزمالك في المبارات الأخيرة عمر جابر عمر جابر مبارح يعني كان واقف صح بيضغط صح بيتحرك صح بيسلم ويستلم بشكل يعني عالي جدا مبارح ما بقول لكم المزاج كان رأي مبارح لكل لعيبة لكن عمر جابر بالتحديد أداءه تطور بشكل كبير جدا ورجع الثاني عمر جابر واحد من اللعيبة الكبار واحد من اللعيبة الدولية اللي احنا كلنا عارفين وعارفين مدى يعني امكانيات عمر جابر وخبرات عمر جابر الكبير ازا مالك مبارح؟ الخطوط كانت قريبة خصوصا في الجانب اليمين زي ما احنا بنشوف تقال لك مبارح الزناري وساعد شيكابالا وزا نقول لكم ان عمر جابر كان برضو مبارح بيمين ناحية اليمين فجاب هنريا مبارح ناحية اليمين ناحية الزمالك عمل حوالي خمس كرات شبه بعض من ناحية اليمين فده يدول برضو ان فيه فكري فيه حاجة بتتنافس ناحية اليمين ويمكن ده اللي اكيد شغال عليه ميستر اوسوريو واللي بيتطور فيه ميستر اوسوريو اللي عابي تازي الزمالك الفترة اللي فاتت لو هنتكلم مثلا ناحية تانية مصطفى شلبي وزيزو كمان فاتوح كان قريب منهم امبارح في الشوت الاول والتلاتة كانوا بيكملوا بعض كده في الناحية الشمال فنادي الزمالك كان عنده ناحية ييمين وناحية شمال امبارح يعني قادروا لكم ان هم تفوقوا على نفسهم كلهم لعيبة كبار بس انبارح زي ما روكو المزاج كان في السامة بصراحة فكل ده قد ان ايه بقى ان نادي الزمالك يطلع على شكله حلو الشوت الاول زي ما انا بقول لك كمان مع تحركات اوباما المؤثرة اوباما برضو يا جماعنا لسه اكلمكم كده عن كذا لعيب في نادي الزمالك بالتحديد وبالتفصيل عشان لازم اللعيبة دي تاخد حقها بصراحة احنا هنا كنا بنانتقدهم قبل كده وقت ما كان الانتقد واجب بالنسبة لنا لكن برضو اما الاداء يتغير اما الشكل يتغير اما اللعيبة ترجع تاني لمستوها الحقيقي لازم بقى يعني لازم نتكلم عليهم ولازم نديهم حقهم الشوت التاني صحيح ان الشكل يتغير لحد ما برضو النتيجة الشوت الاولاني يعني زي ما نقول لعيبة ايه حاسوا ان خلاص يتطمنوا على نتيجة الموتش ويتطمنوا ان هم بلغة المباراة ركبين الجيم لكن ما فيش شك انه سوريو بيثبت ان مدرب عنده فكر فني وتكتيكي وقادر دايما انه يكسر السوابت كرة القدم اللي احنا كلنا عارفينها واللي احنا كلنا تعلمناها ميستر اوسوريو الراجل يا جماعة مبارح وقبل كده على فكرة بس النتائجه ممكن في بعض المباريات ما كانتش النتيجة بتخدمه لكن عايز اقول لكم ان فيه فكر جديد فيه فكر محترم في الكرة المصرية حاليا من خلال نادي الزمالك مع ميستر اوسوريو رغم ميستر اوسوريو يعني محتاج جدا لمركاته يدعم افكاره تدعمات صفقات لعيبة هتشوفوا نادي الزمالك ان شاء الله لو احنا شايفين نادي الزمالك يعني ان برح مدرسة الفن والهندسة بترجع مدرسة الفن والهندسة بقى مش هتقفل تاني وده يمكن الطبيعي اللي بيحتاجه اي مدرب ماسك فريق كبير فريق عريق بتاريخ نادي الزمالك العظيم وده اللي ان شاء الله بإذن الله هيحصل الفترة اللي جاي على ايد مجلس الادارة الجديد لنادي الزمالك فعايز اقول لكم ان ميستر اوسوريو محتاج لصفقات تدعم افكاره وعشان يوصل لنادي الزمالك من الظروف الصعبة دي يوصل بالشكل ده ويشتغل ويطور اللعبين ويوصلوا بالشكل ده وينقلهم لمستوى مختلف فوق المستوى اللي احنا كجمهور كنا متوقعين منهم او كنا شايفينه منهم الفترة اللي فاتت فدي حاجة برضو بصراحة يعني كبيرة جدا وبرضو اكيد بنوجه التحية والشكر للمستوى الاستوريو زي ما أنا بقول لكم كنا بننتقد في وقت اما الدنيا ما كانتش عجبان لكن دلوقتي اما النتائج ابتدت تتحسن ورجع نادي الزمالك تاني لازم ندي كل واحد حقه زي ما أنا بقول لكم بقى لو هنتكلم كده عن بعض العيو بالتفصيل شيكبالا القائد الاستوري نادي الزمالك خلاص يعني بصراحة الواحد تخلص فيه كلام تمانية وتلاتين سنة يا جماعة مفيش كده في الدنيا مفيش لعيب في مصر في سنه بيعمل اللي هو بيعمله ولا عمر انا شفت ولا عمر يعني ولا عمر حضرتك حتى هتشوف بصراحة يعني عشان كده شيكبالا يعني هيظل واحد من المواهب المصرية الكبيرة ان صعب انها تتكرر واللي اكيد احنا كزمالكوية نفسنا انها تتكرر في نادي الزمالك بس صعب بس ان شاء الله بنأمل شيكامبرح عمل ماضش عالمي اتنين اسستوا منهم واحد عالمي بالكعب زي ما احنا شفنا كده ليوسف اوباما وجول حلو وثالت شيكبالا اتحداكو لو حد يجيب لي طوال مسيرته وطوال مسيرة الاهداف بتاعته حد يجيب لي هدف وحش 71 جون مع نادي الزمالك انا عايز حد يجيب لي هدف مش حلو هدف يعني تاكليدي كده ان هو اي حد ممكن كرة تهبت كده تهبت كده يعني عايز اقول لكم مفيش انا عن نفسي ما شفتش ممكن لو حد شاف ممكن يبعت لنا كده لو شيكابالا جاب جون بس انا بقولك مفيش فشيكابالا مبرح لتالت ماضش على التوالي بيتقلق وبيعمل جيم كبير جدا 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 شيكابالا تحس انه هو يعني لسه شيكابالا هو يعني في سن العشرينات شيكابالا هو لسه بتاع عالفين وعشرة وحتى بعد ماضش ارتسولار اللي سجل فيه هدف وقاد برضو نادي الزمالك ساعتها الفوز كبيرة اربعة واحد وتاهلنا ان شاء الحمد لله يعني ليه الكنفدرالية بالاجواء والظروف الصعبة اللي كان عايشها النادي بعد كده ماضش البنك الاهلي الراجل بينزل وبيسجل هدف الفوز القاتل في السواني الاخيرة يعني شيكابالا بصراحة انا قلت قبل كده شيكابالا هيبكى شيكابالا شيكابالا رغم سنه الراجل دوت هجماع عنده حاجات مش اي يعني مش عد اي حد في العيبة اللي موجودة في الدولة المصري بشكل عام واللي جات في تاريخ الكرة المصرية قبل كده واللي هتيجي في الكرة المصرية بعد كده ماضش النهاردة او ماضش امبارح اتنين السادس زي ما انا بقول وقاد الزمالك للفوز بخماسية جديدة لنادي الزمالك عارفين يعني دلوقتي شيكابالا بصراحة بنا بقول لكم لازم كل واحد يديله حقه بصراحة شيكابالا كله ما ناس تقول خلاص ومش عارف ايه وشيكابالا شيكابالا عمره ما ينته شيكابالا دايما بيزبط العكس شيكابالا دايما بيزبط لنا انت المعادلة بتاعتك مش مش صح انا اللي صح فشيكابالا بيوصل للمركز التامن في قائمة الهدفين التاريخي اللي نادي الزمالك عبر التاريخ وقائمة دي زي ما حداكم عارفين بقى بتضم مين كابتن عبد الحليم علي 134 هدف الكابتن حسن شحاتة 102 هدف والكابتن جمال عبد الحميد 97 هدف كابتن علي خليل 94 هدف والكابتن علاء الحمولي 91 هدف والامبراطور حزم 84 هدف وجمال حمزة 74 وشيكابالا زي ما أنا بقول 71 وكابتن طريق يحية 71 وأخيرا أحمد سيد زيزو 69 هدف في الوقت القياسي اللي هو موجود فيه في نادي الزمالك دي حاجة كبيرة جدا 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 فكنت بأتكلم معاكم من شوء على عمر جابر فيه تطور ملحوظ في أداء عمر جابر بعد ما مستر أسوري حوله لنص المرعب بقى ليه شكل مختلف كذلك نفس الأمر بينطبق على حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي واحد من اللعيبة اللي فرق مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا في المتشاط اللي فاتت واللي بقى خلاص لا غنى عنه في تشكيل نادي الزمالك برضو بعد ما مستر أسوري عدل مركزه من قلب ادفاع صريح كسردباك وان هو طوره وخلى قدرته كبيرة جدا في التمرير واتخاذ القرار السليم في الوقت السليم حتى اللعيبة يا جباها تحسوا ان الفكر ده غير الباص الطولي اللي حمزة بقى يعمله ده تحس ان هو خلاص بقى متفق عليه بقى بيتضرب عليه انا عايز اقول لكم الهدف الاول جي بعد 31 باصة او 31 تمريرة في لعبة نادي الزمالك لكن انا كاب نلعب اللي لعبة 31 لحظة اكيد عارفنا وهدف اوباما طيب جيف اربع تمريرات برضو ما دي برضو حاجات كده بتبقى في الماتش يعني ناس بتوعوا الكرة والناس اللي بيحبوا يتفرجوا الكرة عشان يستمتعوا هيفهموا الكلام اكيد اللي انا اقصد عليه بنقدم كرة مبرح متطورة كرة جميلة كرة جديدة على النادي الزمالك ده اللي انا بقول اكيد ان شاء الله بنتمنى ان النادي الزمالك بهو ده المنوال وهي دي الطريقة بتاعة النادي الزمالك والاسلوب الفترة اللي جاي كمان فيه تحسن ملحوظ في اداء مصطفى الزيناري اللي تعرض لانتقادات شديدة جدا جدا خلال السنة اللي فاتت او الفترة اللي فاتت برضو بعد ما تحول الى قلب تفع ميل شوية ناحية اليمين عشان مستر الاسوري بيستغل سرعته وسرعة ارتداده وان هو بيرتقي ويعني بيطلع جنب كده في الكور العالية والالتحمات بشكل كويس جدا جدا فبرضو ده يعني تطور في اداء مصطفى الزيناري برضو واحد من اللعيب برضو اللي اداء مؤثر مع نادي الزمالك واللي بيقدم مستويات مميزة جدا مع نادي الزمالك خلال الموطشات اللي فاتت اوباما بقى اوباما السوبر اوباما ممكن نقدر عليه السوبر اوباما يعني اوباما في المهاجم الوهمي او الشادو السرايكر بقى خلاص متخصص تحسوا نقار رجال خلاص متخصص في المكان ده بيعرف يعملها بشكل بقى يعني متطور فوق ما انت متوقع من يوسف اوباما ممكن يعمله وانه بيخلق مسيحاته وانه بيتحرك ووان تو مع عزيزه او مع النحات تانية مثلا لو شكبالا فاوباما برضو البراح الجون اللي جابه يعني ايه الدماغ دي اوباما بروض الاعصاب ايه القلب ده ايه مفيش قلب خالص